موسيقى أسعد الله مساءكم مشاهدين بكل خير أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم بين السطور أعلن الديوان الملكي هذا اليوم أنه تلبية لدعوة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعظم حفظ الله ورعاه يقوم قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بزيارة رسمية تاريخية لمملكة البحرين في الثالث من نوفمبر القادم تستغرق أربعة أيام وأضاف أعلان الديوان الملكي أن قداسة البابا سيشارك في فعاليات ملتقى البحرين حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني والذي يعقد برعاية جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه وأعرب الديوان الملكي عن ترحيبه بقداسة البابا في مملكة البحرين مقدرا جهوده في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش ودعم الأخوة الإنسانية هذا الإعلان مشاهدين أخذ صدى واسعا في الوسائل الإعلامية المحلية والدولية وفي حلقة اليوم نناقش أهمية هذه الزيارة مع ضيوفنا الكرام فابقوا معنا البحرين ومنذ الأزل مملكة لها ما يميزها وعلى أرضها ما يلازمها من أرضية الخصبة نمت فيها مختلف أشكال التراث الاجتماعي والإنساني والحضاري العريق تتجانس فيها كل الأديان والمذاهب ليعيش سكانها والمقيمون فيها بأمن وحرية وبألفة مطلقة لا يفرق بينهم اختلاف أصل أو مذهب قوام العيش بسلام في دولة مؤسسات وقانون هو بقدر ما تشاهده فيها من معالم واقعية لنماذج تعايش سلمي ووئام تراها بأم الأعين وقد بات الجمع بجميع معتقداتهم وأصولهم ومنابتهم يعيشون بتناغم وانسجام داخل مجتمع واحد متماسك بفكر من يستقرون بين جنباته فكر اعتدال تنعدم فيه التفرقة والتمييز لتنشط بين خلاياه وحدة مصير وعلاقة تكاملية ترتقي بمبادئها وأهدافها ما دام المبتغى رفعة البحرين وازدهارها البحرين ومنذ الأزل وقد صدقت تاريخ وقتما أنصفها بأنها مهد السلام والتقاء الحضارات على مر العصور مملكة لها ما يميزها وعلى أرضها ما يلازمها من لوحات ملونة وأرضية خصبة نمت فيها مختلف أشكال التراث الاجتماعي والإنساني والحضاري العريق تجانست فيها كل الأديان والمذاهب ليعيش سكانها والمقيمون فيها بأمن وألفة وحرية الأمر الذي جعل أرض الخلود مكانا آمنا للعيش والعمل والتعليم وأداء الشعائر والمعتقدات الدينية في جو الراق الكل فيها بمثابة أسرة واحدة متحابة ومتعايشة مع بعضها البعض في السراء والضراء لا يفرق بينها اختلاف أصل أو مذهب حقوق الإنسان في رعاية ملكية دائمة تذود عن الحريات والأعراف وتحتضن المعتقدات كافة وما النهج الإصلاحي الذي عظم قوامه أكثر برؤية جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الذي كان وما يزال يوجه بحتمية الارتقاء بفصول مجال حقوق الإنسان والأخذ بيده نحو الرفعة والاستقرار إلا منارة اهتدت بها البحرين لتقطع شوطا كبيرا في مبادئ صوني وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين والمقيمين بموجب الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها المملكة إلى جانب التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لا يخفى على المتابع لمسيرة حقوق الإنسان في البحرين فالمملكة ما فتئت تولي بالغ الاهتمام لجهود إرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون وضمان العدالة الاجتماعية والسيادة القيم الإنسانية السامية إلى جانب اعتمادها لعديد الخطط الوطنية المعنية بمجال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى تشكيل عدد من الجهات الرسمية المتخصصة بإدارة حقوق الإنسان كإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي عام 2018 ناهيك عن إطلاق وسام الملك حمد للتعايش السلمي العام الماضي ولخصائص متفردة تتميز بها مملكة البحرين تاريخيا كحاضنة للتنوع الثقافي والديني والعرقي أيضا يظهر جليا ما تساند به البحرين عالميا مجال حقوق الإنسان كمنطلقات عظيمة رسخها صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم عبر العديد من المبادرات كإعلان مملكة البحرين الذي صاغه جلالته برؤيته الثاقبة ليصبح وثيقة مرجعية عالمية لنشر النموذج البحريني للتعايش السلمي على النطاق الإنساني وصولا إلى كرس الملك حمد لحوار الأديان في جامعة سبينزا الإيطالية وبرنامج الملك حمد للإيمان بالقيادة في جامعة أكسفورد والذي يترجم عمليا الرؤية الملكية في تهيئة جيلا من الشباب كسفراء للتسامح حول العالم ويسرنا مشاهدين أن ينضم إلينا في استوديو بين سطول القس هاني عزيز راعي الكنيسة الإنجلية الوطنية وسعادة السيدة هالة رمزي عضو مجلس الشورى مرحبا بكم وأهلا وسهلا فيك في البداية القس هاني أبدأ معك كيف هي ردود الأفعال لديكم بعدما تم الإعلان عن هذه الزيارة التاريخية لباب الفاتيكان إلى مملكة البحرين أولا فرحة كبيرة جدا وسط كل الجالية المسيحية في البحرين وخارج البحرين أيضا لأنه عندما أعلن عن هذه الزيارة التاريخية الرسمية كثير جدا من الإخوة من كل الخليج المسيحيين بكل الجنسيات تصلوا بي وكلهم عايزين يحجزوا مكان علشان ييجوا يحتروا ويطلاقوا مع قداسة البابا نعم فخبر فعلا مفرح ومبهج ونصلي من كل قلوبنا أنه قداسة البابا هو رجل سلام ويدعو دايما للسلام وللمحبة وشيء رائع جدا أنه إحنا نشوف أنه التقى جلالة الملك المعظم الملك حمد مع قداسة البابا وتشعوري أنه الاثنين بيلهموا للسلام نعم والاثنين بيسعوا دايما للسلام أنتقل إلى السيدة هالة ما أهمية هذه الزيارة التاريخية والتي تأتي تلبية لدعوة جلالة الملك المعظم أيده الله طبعا زيارة قداسة البابا لمملكة البحرين بناء على دعوة جلالة الملك المعظم هي زيارة لها صدى كبير جدا هي زيارة تاريخية تعتبر أول مرة قداسة بابا الفاتيكان يزور مملكة البحرين وعلى ما عرف عن البحرين وعلى ما نراه ونعيشه في مملكة البحرين من تسامح وتعايش إنساني هذه الزيارة طبعا تؤكد على وجود هذا التسامح والتعايش تؤكد على دهوة السلام دائما التي يدعو إليها جلالة الملك حمد المعظم وأيضا هي نهج لحكمه وسياسته هو إيمان من جلالة الملك بأهمية إرساء السلام ونشر ثقافة السلام والتعايش مش بس في المنطقة ولكن في العالم ككل حتى يعم الخير والسلام على الجميع فطبعا هذه الزيارة هي تؤكد وهي فرصة لتلاقي أفكار أو وجهات النظر ما بين جلالة الملك على حفظه وقداسة البابا وخصوصا بأن يطلق على مملكة البحرين بأن بلد السلام أكيد دائما أعود لك القسهاني جاء في إعلان الديوان الملكي أن قداسة البابا سيشارك في فعاليات ملتقى البحرين بعنوان حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني والذي طبعا سيعقد برعاية جلالة الملك المعظم كيف تنظرون إلى هذا الاهتمام الملكي المتواصل بترسيخ قيم السلام والتعايش أيضا شوفي هو الزيارة بتؤكد شيء مهم جدا أن مملكة البحرين هي منارة وإشعاع للسلام والتعايش السلمي في كل المنطقة وهذا المؤتمر إذا لم يشعر قداسة البابا بأهمية البحرين وأهمية جلالة الملك في إرساء السلام والتعايش وفي تصدير هذا الفكر على ما أعتقد أنه ما كانشه يعطي اهتمام لهذا المؤتمر أو لهذه الزيارة ولكن قداسة البابا وكل التيم اللي حواليه مؤكد يدركوا مكانة جلالة الملك ويدركوا مكانة البحرين الحقيقية صحيح في مش بس صنع السلام ولكن نشر روح السلام من البحرين إلى دول الخليج والدول العربية وإلى كل دول العالم فلو ما كانش هذا المؤتمر فعال ولو ما كانش هذا المؤتمر له أهمية قصوى وعظمة ما كانش الاستجابة من الفاتيكان هتكون بهذه السرعة وهذا طبعا بجهود صاحب الجلالة المعظم الملك حمد أنه أعطى احترام كامل لكل دول العالم للبحرين وصدر مع شعب البحرين هذه القيم قيم السلام والتعايش السلمي وقبول الآخر هذا شيء رائع جدا نفتخر بي أكيد إذن القس هاني والسيدة هالة أستأذنكم بالبقاء سأعود لمواصلة بقية المحاور إذن مشاهدين بمناسبة هذه زيارة رسمية تاريخية تم إطلاق شعار الزيارة والذي تمثل رموزه رسالة السلام والتعايش نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم الجديد مشاهدين وعودة إلى ضيوفي الكرام الأستاذة هالة رمزي والقس هاني أبدأ معك سيدة هالة باعتقادك إلى أي مدى ستسهم هذه زيارة التاريخية في النقل وإصال رسائل السلام والتعايش طبعا مثلا ما قلنا هذه الزيارة لها أهمية تاريخية ولها أهمية عالمية أيضا لأنه قداسة البابا عادة ما يزور بلاد إلا بلاد اللي هي فعلا تدعو إلى السلام وبلاد تنشر ثقافة السلام بلاد تحترم الآخر فبالتالي هذه يعني هي علامة فارقة في التاريخ أنه مملكة البحرين تستقبل تدعو وتستقبل قداسة البابا في هذا الوقت اللي كثير من الدول تعاني من نزاعات وخلافات البحرين مملكة البحرين بقيادتها الرشيدة وبشعبها الكل الجميع يستقبل البابا ويدعو للسلام من بلد السلام دائما البحرين معروفة من قديم الزمن بالانفتاح والحضارة واستقبال الآخر وأيضا التعايش مع الآخر فهذه الزيارة هي صراحة تضع الإطار اللي فعلا يجسد السلام والتعايش اللي مملكة البحرين وإحنا في مملكة البحرين نعيش من قديم الزمن نعم أنتقل لك القس هاني لنتحدث عن الجالية المسيحية الكريمة طبعا إلى أي مدى اليوم الجالية المسيحية تلقى اهتمام ورعاية الدولة خصوصا وأن التعايش الديني في مملكة البحرين قديم وعريق التسامح والتعايش هو انتقل من الأجداد إلى الأبناء إلى الأحفاد نعم فهو تراث تاريخ فالتسامح والتعايش ليس بجديد على البحرين ولا شعب البحرين نعم شعب البحرين شعب متدين متمسك بدينه نعم متمسك بتقاليده ولكن في نفس الوقت منفتح على الحضرات الجالية المسيحية في البحرين بيوجد مسيحيين بحرانين ومسيحيين مقيمين شيء رائع ان احنا نجد انه في مسيحيين مواطنين هم في نسيج الشعب البحرين نعم وهم سهموا اسهامات كبيرة في انهاد وفي عمل مستمر ودقوب لأجل المملكة نعم المواطنين المواطنين المقيمين المسيحيين بيشعروا بدفء بيشعروا انه هم في بيوتهم بيشعروا انه هم بين اهلهم لان زي ما قلت شعب البحرين شعب مضياف كريم بيقبل كل الحضرات وكل الاديان نعم فيه في البحرين حوالي 19 كنيسة مع قلة عدد المسيحيين في البحرين لكن في 19 كنيسة اخر كنيسة الكاتدرائية اللي بنيت حديثا من التسامح والتعايش اللي بنعيش فيه في البحرين نعم بيظهر بيظهر الان مثلا يعني الاستاذة هالة وأنا في تلفزيون حكومي نعم فداش فيه تسامح فيه قبول للاخر مهما كان هذا الاخر اي طلب من الكنايس لدوائر حكومية لمؤسسات نعم اي مشاكل بتعترضنا بيبقى سهل جدا التواصل مع المسؤولين وبكل حب وبكل اجتهاد بيساعدونا انه نتغلب على هذه المشاكل فدايما بنقول في الكنيسة كن أمين للبلد اللي بتوفر ليك الخدمات بتوفر ليك المعيشة الكريمة بتوفر ليك الأمن والأمان بتوفر ليك الحياة الأسرية نعم فالجالية المسيحية دايما في البحرين عندها هذا الامتنان نشعر انه فيه دين في رئابتنا اتجاه البحرين نعم فنحاول دايما انه نسدد هذا الدين نعم ان نكون مواطنين صالحين ومفيدين لمملكة البحرين نعم القسان ونحن ايضا نتطلع الى هذه الزيارة التاريخية الرسمية لباب الفاتيكان الى مملكة البحرين قبل الختام طبعا اود كلمة اخيرة طبعا من ضيوف الكرام بمناسبة هذه الزيارة ابدأ معك وانتقل الى السيدة هالة كلمة اخيرة بهذه المناسبة انا اتوقع وليست نبوة يعني اتوقع انه هذه الزيارة هي رسالة خاصة للشرق الاوسط المستقبلي انه يجب ان يكون الشرق الاوسط بعيدا عن الحروب ويسعى دائما للسلام والتعايش السلمي باذن الله السيدة هالة انا صراحة احب اشكر جلالة الملك المعظم على هذه الدعوة الكريمة لقداسة البابا واعطاء المسيحيين في البحرين وفي المنطقة كلها الى الالتقاء الفرصة للالتقاء بالبابا وعيش هذه المناسبة الجميلة جدا بالنسبة مش بس للمسيحيين ولكن لجميع المقيمين على ارض البحرين وفي المنطقة ايضا مثل ما قلنا هذه زيارة تاريخية هذه زيارة مبهجة جدا هذه زيارة لها اثر دولي عالمي مش بس اقليمي وجود قداسة البابا مع جلالة الملك حمد في البحرين يؤكد ويعزز دعوة جلالة الملك الله يحفظها دائما الى السلام فانا ممتنة جدا لهذه الفرصة وان شاء الله ستكون زيارة ناجحة جدا ولها صدى كبير جدا على المستوى العالمي باذن الله القس هاني عزيز راعي الكنيسة الانجلية الوطنية وسعادة سيدها لرمزي عضو مجلس الشورى شكرا جزيلا لكم شكرا اذا مشاهدين وصلنا معكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتقيكم يوم غد بنفس الموعد وموضوع جديد اتقبلوا تحياتي وتحية فريق العمل والى اللقاء اشتركوا في القناة